السلام عليكم احبابي متتبعي قناة عشاق كنص طبيعة اليوم ما خرجت الاطفال تاعي ولادي قادمين يلعبوا اليوم لكن طبع غلاب بقيت انتبع في شيء من اللمعة في الارض وماشي حتى ان وصلت للمكان اللي فيه اللمعة الاكتر وجدتها بعض السيليكات وهذه السيليكات تبين لك انها فيها باللي هذي المكان غني بالاحجار والمعادن مثل الدهب وهي منطقة بوركانية منطقة بوركانية ونشوف الممكن تكون فيها احجار معينة وجدت بعض الاحجار الاخرى وحاولت ان نحتفظ باكبر عدد من الاحجار وكل ما تقدم اكتر نجد ان السيليكات تكثر يعني هذا المكان غني ممكن منطقة بوركانية حاولت ان نتقص المكان وحافظت على بعض العينات باش نشوفها في المنزل براحتي لانه في المنزل تشوفها متدقق ومرتاح عديت على شيء حجر هش اخضر لكني ما حطيتش فيه البال وكملت لكن بعد ذلك ارجعت لنفس المكان وهنا نشوف عينة اخرى من الصخور شوفتها هنا اكتشفت اني وجدت مكان يوجد فيه الالوفين الالوفين هي عبارة عن سيليكات الحديد والمنغازيوم وهي كما يقولوا فيها الالوفين هش نحن ما نحتاجوش هذا الشيء الهش نحتاجو الحبيبات الكبيرة والصافية اللي فيه المهم الانسان يسعى وكما قلت لكم هذه فراسة انك تكون في مكان وتعرف ان هذا المكان غير عادي وفيها انواع عديدة منها وتعرف من حيث اللون الصخور وتعرف وش نوع الحجر الكريم اللي هنا الالوفين يدينا الى نوعين هو زبرجد زبرجد البريدات والزمرد نشوفو هنا صخور قاعدية باللون الاخضر اخذت عينات منها ونشوفو مختلط هذه الاحجار القاعدية مختلطة بأشياء اخرى اديت عينة نشوفو هذه القطعة هذه القطعة يسموه غرانيت الالمانديت وهو اكسيد الحديد والاليمينيوم والسيليكا الكثفة تكون من ثمانية حتى ثلاثة من ثلاثة ونص حتى ثلاثة خمسة وثمانين الالوفين يكون خارج هو سطحي فقط لكن عندما ممكن تكسر الحجر تجد حبيبات صافية وتشوفو اللمعة تشوفو اللمعة الالوفين ملتصق معه تماما غرانيت الالمانديت تشوفو اللمعة رائعة لون جذاب اخضر زيتوني ممكن وهذه تجويف وهذه الغرف كما تشوفو هذه الغرفة هي التي تكون فيها الاحجار الكريمة نشوفو هنا الالمانديت لكن هو صافي لكن الحجم صغير نحاولو انه نجد نجد شكل اكثر منه يكون هذك هو الغالي ممكن يكون هذك لكن الاحجار الكريمة عندما تخسلها وتسقل تبينلك امور اخرى كما نقول احنا كما نقول احنا هذا اه هو المانديت يبينلك اللون تاعه كما مثل يقود اه ما تقدرش تفرق ما بيناتهم لكن هو المانديت لان يوجد حجر حجر المانديت ويكون بالاحمر ويكون بالاصفر كما تشاهدوا اه تشاهدوا اللون يتدرج ما بين الاحمر والاصفر والبرتقالي اه هذا هو المانديت اه الجرانيت المانديت تكون اه يكون سبعة ونص حتى ثمانية ونص على سلم موس لكن يقود تسعة شوفوا السيليكات فيها حبيبات كبيرة صغيرة جدا من من الجرانيت ممكن يكون هي مغلفة وهذا هو اللي اه يقولولو الزبرجد 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 هو عباء الزبرجد من سيليكات الحديد والمالغازيوم يدفع الحجر الأخضر والزبرجد من عائلة واحدة هي الزمرض عائلة الألوفين يوجد في الصخور النارية والقاعدية الجيرية وكذلك النيازك كماركس نيازك هذه هذا 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 في حبيبات كبيرة ممكن نكسرها ونشوف من بعد نعطيكم النتيجة في فيديو آخر هذه لازم تقصر ولازم نفرقتها على حبيبة الكبيرة لانه سعرها ممتاز في السوق زبرجد سعره ممتاز في السوق لكن الزمرض أغلى منه سعرا حسب الحجب هذا الحجر كما شفيت عليه هذا حجر حسب علمي أنه حديدي وفيه قطعة لاصقة من الجرانيت شوفوا قطعة أخرى آآ نشوفوا قطعة أخرى هذا حجر آآ مختلط بالكوارتس آآ هذه هي اللي تعطيك آآ آآ من الاختلاط يعطيك يعطيك الزبرجد ندخلوا للعائلة آآ لغرانيت ألمندين كما يقولوا آآ 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 في السخور هو في السخور المتحولة آآ آآ يمتاز بشكل ثوماني آآ آآ دوقنا نعطيكما آآ صورة آآ آآ دوقنا نشوفوا عينة أخرى شوفوا آآ مثل هذه العينة آآ دائرية واللون تحت عندما تعطيها بالضوء آآ يصبح أحمر قاتم آآ لونه رائع يديروا بها يعملوا به المسابح وموجود بكثرة في السعودية وفي الشرق الأوسط وهو يتدرج الألوان تاعه من الأحمر الغامق إلى الأحمر آآ 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 البارد آآ ما يميزوا آآ شكل الثوماني آآ شكل الثوماني تاعه وفيه الأصفر آآ آآ حسب آآ الحجر لازم آآ ما تشوفوش لازم تكون عندك خيال أنه آآ تشوفوا بعد السقل آآ تتخيلوا بعد السقل كيفية راح يكون آآ إن شاء الله يكون آآ يعطي آآ يعطي آآ جمال آخر آآ لأن الحجر آآ لازم تتعب عليها بش تشوفها في آآ آآ صافي هذه الزبرجد من فوق زبرجد أخضر أخضر في الوسط الأصفر يعني هو زبرجد كامل يعني ما تدرج فقط بالألوان كما تشوفوا من الخلف هو أخضر آآ يوجد كما قلنا في النيازك آآ الألوفين يوجد في النيازك هذه عروق من الألوفين آآ وهذه هذا زبرجد صافي وهذا أخضر سيتون آآ آآ ناقص عليه في الجودة هذا ما كان لدي اليوم آآ أحبابي في الله ونشوفوكم في حلقة جديدة إن شاء الله دعموني بلايك فقط آآ وشكرا الأخوة وعلى الدعم بتاعكم آآ إن شاء الله نتلقوا في حلقة أخرى إن شاء الله وإن شاء الله نكون قدمنا حاجة مفيدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر